تحرك الغرض منه مضاعفة التحديات التي تواجه النظام المالي الهش في اليمن كما يقول اقتصاديون ها هي ايران تعود عبر افراد وشركات لطباعة اوراق نقدية يمنية مزورة موضوع حمل العديد من الدلالات واعاد الانظار الى مدى تواغل الدور الايراني في الشأن الداخلي اليمني وعن الابعاد التي شكلت هذا التدخل المرفوض محليا والمحارب دوليا وزارة الخزانة الامريكية وفي جديد تحركها فرضت عقوبات على شبكة ايرانية لطباعة اوراق نقدية يمنية مزورة حسب ما ذكر بيان لزارة البيان قال ان الشبكة المرتبطة بالحرس التوري الايراني استوردت معدات ومواد متقدمة من اوروبا التي يحتمل ان تكون قيمتها مئات الملايين من الدولارات العمل الذي وصفه متابعون بالمخطط المدروس كان الهدف منه اغراق السوق المالية بالعملة المزيفة وهو الامر الذي لن يؤثر على الاستقرار المالي اليمني فحسب بل سيكون له تأثير ايضا على النظام المالي الدولي التأثير على الاستقرار المالي المحلي يعني بالمجمل اضعاف القوة الشرائية للمواطنين وتقويض وظيفة القطاع المصرفي وهذا ما سيكون له تأثير على المواطنين ويجعلهم يدفعون تبعات التكاليف المترتبة لم تكن هذه هي المرة الاولى التي تشهد تحركا ايرانيا في هذا الشان فقد القت القوات الحكومية خلال الاشهر الماضية القبض على شحنات من العملات المزيفة من فئة خمسة الاف ريال كانت في طريقها لجماعة الحوثي في صنعه لا تتوقف الدولة الايرانية اذا عند دعم الجماعة المسلحة بشحنات الاسلحة المختلفة بل ان لها دورا اخر يتلخص في توغلها السياسي والاقتصادي وتقديم نفسها النموذج الاصلح للاخذ به في العالم العربي وان كان ذلك على حساب اغراقه في حروب لا تبقي ولا تذر اشتركوا في القناة